السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطلب والطالبات الله بالصف في السهل السنوي. اهرحبا بكم مع مستر محمد علي وفيديو جديد. فاطلا ونسأل امر الامر بتابعنا الشرك في القناة وفعل زر الجرس حتى اصلا كل ما هو الجديد. تراب كرام الفيديو ده ان شاء الله بيحمل مفاجئة ان شاء الله تعالى. اه اتنى امر ربنا عز وجل ان انا اكون في فيديو السابق قدير تفيدك ومفاجئة الفيديو اللي فات تكون افادتك وتكون وصلت لحاجة ايجابية منها ان شاء الله الفيديو ده يا شباب لو عندك اي مشكلة في علم الاجتماع تبعني بالنهاية ولو عايز تسمع ايه هي المفاجئة برضو هتتبعني ان شاء الله تعالى للنهاية مش تقول عليك يلا كده نروح للاسئلة ونشوف كمية الاسئلة اللي معنا النهاردة وبنناقش من خلالها درس مهم جدا وهو درس العمل الحر وزي ما احنا مكملين في السلسل الحل المسالي تبقى فيديوهين والكتاب كل يكون ما بين ايديك كامل بفضل رباني عز وجل الحل كله ان شاء الله تعالى يلا بينا كده شباب نروح للاسئلة تبقى عند الاسئلة ان شاء الله طيب كرام اهلا بيكم مرة تانية ورجعنا ومعانا الاسئلة ويلا بينا كده شباب ننطلق في مجموعة الاسئلة المخصصة على درس العمل الحر قلتلك ما تنساش الفيديو ده في نهايته فيه مفاجئة تابعنا ان شاء الله للنهاية طيب سؤال الاول بيقول يقول ستيفن كوفي العمل هو الطريقة التي ستمكنك من تحقيق الاحلام ويتطلب النجاح الحقيقي عرق الجبين تشير المقولة الى نماذج العمل الحر انا مش شايف نموذج قدامي العوامل المؤسرة انا مش شايف عوامل بيئة وعامل اقتصادية ولكن انا شايف كده مزايا العمل الحر ليه مزايا العمل الحر لان من مميزات العمل الحر ان هو يحقق لك الاحلام بتاعتك ويحقق لك الاهداف فانا هنا هتكلم عن مزايا العمل الحر طيب تعالى بعد كده نروح لسؤال رقم اتنين يقول ارثر اش المفتاح الاول لثقة بالنفس هو التحضير والاعداد لازم تحضر كويس ولازم تعد كويس ده شباب بنقول عليه متطلبات العمل الحر طيب اي متطلبات من عنده في المتطلبات فيه اداء وفيه تخطيط لا هنا طبعا هختار التخطيط ليه لانه بيقول التحضير والاعداد يبقى هنا هختار التخطيط العمل الحر يبقى سؤال رقم اتنين يا شباب اختارنا فيه جيم اللي هي التخطيط العمل الحر طيب تعالى نروح ليه سؤال رقم ثلاثة بيقول لي استخدام الشخص اللي مهارته وخبراته في مجال عمل ما كتصميم المواقع والكتابة والبرمجة وغيرها لتقديم الخدمات لعدد من العملاء عبر الانترنت بمنقابل مادي لما واحد فينا يستغل الخبرة بتاعته فعمل معين هو بيحبه مش مرتبط بأي عقد زي ما انت شايف لانت ممكن تشتغل من البيت في كتابة في برمجة في حياة خاصة بالتصميم بالمواقع الكلام ده يبقى انا بكلمك هنا عن العمل الحر طب ليه مستر انت اخترت العمل الحر لانه هو هنا زي ما انت شايف ما فيش اي تعاقد ولا فيه اي مؤسسة معينة انا شغال معها انا شغال عمل حر يعني ايه يعني كده ليه كل القيود من علاية ما فيش قيود ولكن فيه حرية كم تعال نروح ليه سؤال رقم اربعة بيقول الحرية والمرونة حر انا ومرن في اختيار وقت ومكان العمل اصحى الصبح افتح بقى في البيت افتح برا البيت انا حر عند حرية كاملة طبعا انا مش هقولك كده انا جاوبت السؤال ولكن نكمل وبالتالي فلن تكون ملزمة بالحضور في اوقات الساعة تمانية ومشي ساعة اتنين الضغر مفيش الكلام ده يبقى هنا انا بتكلم عن مزايا العمل الحر دي ميزة كبيرة جدا ان انت اللي بتحدد المكان وانت اللي بتحدد الزمان والبداية والنهاية بتاع الشغل بتاعك فدي مزايا العمل الحر يبقى رقم اربعة اخترنا مزايا العمل الحر تعال نشوف خمسة بيقول لي فيه مصطلح يطلق على الاعمال التي تدار من طرف اشخاص يعملون لحساباتهم الشخصية ايه المصطلح اللي تقوله على واحد شغل حسابه الشخصية هتقول انه هو شغل اعمال حر طبعا يبقى مفهوم العمل الحر تعال نروح ليه سؤال رقم ست ستة يقول جيمس دين لا يمكنني تغيير اتجاه الرياح لا يمكنني تغيير اتجاه الرياح لكن يمكنني دوما اعادة ضبط اشراعتي حتى اصل الى الوجهة التي ابتغيها انا ما اقدرش ان انا غير اتجاه الرياح او اتحكم في الرياح ولكن اقدر اتحكم في نفسي ليه اقدر اتحكم في نفسي اقدر اعمل مواءمة اقدر اتلاقم مع الجو اقدر اتكيف مع سوق العرض والطلب طبعا هنا في سؤال رقم ستة المواءمة جاية من كلمة الملاءمة او التكايف تعال نروح ليه سؤال رقم سبع امكانية العمل معه وملاء من مختلف البلدان ان انت تشتغل مع اي حد من اي مكان يعجبك والشخصيات انك تختار نوعية العميلة التعامل معاه طبعا دي هتكون نيزة من مويزات العمل الحر لهو نمازج عمل حر ولا مطالبات عمل حر ولا عامل مؤسرة دي ميزة كمان بيمنحك اياها العمل الحر بيديك امكانية انت تتعامل مع اي فيها انت تقررها او تختارها تعال نروح ليه سؤال رقم 8 يقول دكتور مهدي القصاص طبيعة العمل الحر لا تتطلب وجود علاقة توافقية بين التوجهات والسلوكيات الفردية فقط بل بالتوجهات الاجتماعية مين من العلماء اللي عندنا بدرس العمل الحر بيأكد على دور العوامل الاجتماعية بيأكد على دورة الثقافة الاجتماعية او الشرعية الاجتماعية طبعا هو دافتسون هو اللي تكلم عن الشرعية الاجتماعية تعال نروح ليه سؤال رقم 9 سؤال رقم 9 بيقول امكانية اختيار المشاريع التي ترغب في العمل عليها فقط اختار المشروع اللي انت عايزه بس براحتك ورفض تلك التي لا ترغب في العمل عليها وارفض المشاريع اللي مش عاجبه يا سيدي مش عليها وايك مما يقدم لك فرصة لتبدع وتطور بالمجالك اللي انت عايزه طبعا دي مزايا كلها لمزايا العمل اللي ايه مزايا العمل الحر ليه بيقولك اختار العمل اللي انت عايزه سيب العمل اللي انت مش حبه هتبدع في شغلك يبقى كلها اسمها مزايا العمل الحور تعال نروح لسؤال رقم عشر سؤال رقم عشر بيقول انتشار وسائل انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة لما التكنولوجيا تنتشر بشكل كبير جدا والحواسيب والانترنت والهاتف الزكية قد سهمت بشكل او باخر في زيارة عدد المستقلين والمشاريع الخاصة طبعا هنا بنتكلم عن العوامل المؤسرة في العمل الحور ليه عوامل المؤسرة في العمل الحور؟ لان زي ما بلو قال ودافدسون كلما البيئة الاقتصادية او البيئة اللي انت شغل فيها فيها مستوى عالي من التكنولوجيا طبعا هنا بيكون فرص العمل الحور بتكون اعلى بكتير تعال ننتقل ليه سؤال رقم عشر يقول دكتور ابراهيم الفقي تضحك المعرفة في صفوف الحكماء المعرفة بتكون في صفوف الحكماء ويضحك العمل في صفوف الناجحين تشير المقولة طبعا هنا مزايا العمل الحور هتقول لي ليه مزايا العمل الحور؟ هقول لك لان دايما الناجحين هما اللي بيختاروا العمل الخاص بيهم ودي احدى مميزات العمل الحور طب نمازج مش هتنفع خالص مفهوم العمل الحور مش تنفع مو التطلبات ولا اتكلمت على الادياء ولا اتكلمت عن التخطير درجة بتكلم على ميزة من مزايا العمل الحور تعال نروح ليه سؤال رقم اتناشر يقول زهير النوباني على الانسان ان يتوجه لعمل ما يحب ويطقن مهما كانت طبيعة العمل المهم انك تروح ليه لحاجة اللي انت بتحبها مش مهم الحاجة دي هي ايه بالزبط المهم ان تطقن ما تفعله تطقن ما تفعله يبقى انا هنا بكلمك عن تحديد السوق لا خالص مسائل التمويل لا ما تكلمتش على فلوس ادارة التمويل لا ما تكلمتش على اي ادارة ولكن اتكلمت عن التنظيم والادارة معا تنظيم وادارة هتقول ليه هقولك عشان خاطر كلمة يطقن والحاجة اللي هو بيحبها وعندك عناصر التخطيط يبقى التخطيط هيخلينا اختار ادارة والاتقان هيخلينا اختار تنظيم تعال نروح ليه سؤال رقم 13 13 اي عمل لا يتبع جهة حكومية او خاص سواء يقوم بيه شخص لحسابه الخاص طبعا هنسميه ايه هنسميه طبعا عمل حر تمام تعال نروح ليه سؤال رقم 14 في العمل الحر لا يوجد حدود جغرافية فيش حدود لتقديم خدماتك بيعل في اي مكان بيعل اي حتة تعجبك فيمكنك ان تتعامل مع عملاء محليين ودوليين وبالتالي يصبح لديك قاعدة من العملاء اكبر واضخم انا بتكلم طبعا عن ميزة من مزايا لعمل الحر ليه لان انت مليكش لمدة معين او حد معين مرتبط به انت عمل حر اشتغل في اي مكان وفي اي سوء وانت تختار تعال نروح لسؤال رقم 15 اسأل نفسك اي البنودة على هذه القائمة اكثر اهمية انت معاك قايمة وحط لنفسك انت بقى الاولوية او شوف اي بند مهم بالنسبة لك رتب المهام انا قلتها برضو رتب المهمات براحتك بقى انت شوف الاولى بالنسبة لك تبقى للحاجة الملحة اليها والتزم بالتنفيذ طبعا هنا بتكلم عن حاجة اسمها تحديد الاولويات ودي في التخطيط الخاص بالعمل الحر او مطلبات العمل الحر يبني هنا بتكلم عن تحديد الاولويات لان هو بيقول لحط قيمة وشوف اي بند فيهم اللي هو ليه الاولوية او اللي هو ملحة اكتر من التاني تعال نروح ليه سؤال رقم 16 بيتكلم عن احد اساليب العمل التي يقوم فيها المستقل بادارة واحد مستقل بادارة اعماله بنفسه وتوفير خدمات للعملاء الذين يدفعون في مقابل الحصول عليها لما يقول لي واحد شغل لنفسه كده يبقى انا اختار طبعا مفهوم العمل الحر مفهوم العمل الحر تعال نشوف سؤال رقم 17 بيقول لي ضع قائمة بجميع انواع العملاء المختلفة التي تعاني من المشكلات التي تحلها بمجرد الانتهاء من ذلك ويمكنك البدء في تكوين صورة لهؤلاء العملاء حدد انت بس كده العمل اللي انت عايز تتعامل معاهم يبقى انا هنا بتكلم عن تحديد السوق هو اتكلم عن العملاء فمش ينفع اخطار مسائل التمويل متكلمش عن الفلوس ومش ينفع اخطار جيم متكلمنيش عن طاقم العمل متكلمش عن العمال والصناعية لا تشتغل معايا افراد العمل ولكن هو اكلمني عن العملاء اللي انا بيعلوهم يبقى تحديد السوق تعال نروح ليه سؤال رقم 18 سؤال رقم 18 بيقول عمل ربح يتم انجازه ولو صالح جاهة ما ضمن عقد مؤقت خلي بالك من الجزئية دي مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة جدا عمل ضمن عقد مؤقت فالمفروض هنا ان انا اشيل كلمة عقد دي خالص ليه لان ما ينفعش ان هو يكون عمل حر طب هو بيقول لي معاياها اخرى يعني انا مثلا المحامي متعاقد معاياها ان انا بادفع عنهم مثلا او بحل القضايا بتاعتهم لمدة سنة او شهر والكلام ده ده يطلق عليه عمل حر المفروض طالما فيه تعاقد لان تعريف العمل الحر عندك في كتاب المدرسي وفي كل المراجع بيقول ان هو لا يحتوي على اي تعاقد العمل الحر مفهوش اي تعاقد ولكن هنا ممكن مفيش غير مفهوم العمل الحر بس فانا مضطر ان انا اختار العمل الحر تعا نختار سؤال 19 الدول التي تتمتع بثقافة الشراكة والاعمال غالبا ما تسهم فيه ارتفاع الوضعية الاجتماعية والمستوى الاجتماعي والعملين للعملين بيئة العمل الحر طالما اتكلمت عن البيئة والمناخ والكلام ده كله زي ما كان بيقول في الشراكة عند ديفيدسون طبعا كانت ضمن بند كده اسمه ايه بيئة العمل الحر او العوامل المؤثرة في العمل الحر تعا ننتقل ليه سؤال 20 سؤال 20 بيقول النشاط مستمر يقوم به الفرض في اي من مجالات العمل براحتك يملكه ويديره بنفسه يملكه ويديره بنفسه يبقى الموضوع منتهي ده ما بفهوم العمل الحر يا شباب ما بفهوم العمل الحر 21 اكدت بعض الدراسات ان بعض الدول ذات المستوى الاعلى من تشجيع المخاطر تكون نسب العمل الحر بها اعلى من غيرها في بيئة او في دولة النسب العمل الحر بيكون اكتر من التانية فضلا عن ذلك فان الدول ذات المستوى الاعلى من الفردية طبعا بيكون فيها عدد اكبر من الشراكات حلو جدا انا هنا بتكلم عن حاجة اسمها بيئة العمل الحر او العوامل المؤسرة في العمل الحر طيب تعالنا نروح ليه سؤال 22 قد تؤثر طبيعة وامداد او امتداد نظام الثروة على العمل الحر نفس الفكرة اي شيء بيؤثر على العمل الحر هتبقى عوامل العمل الحر او العوامل المؤسرة او البيئة بيئة العمل الحر تعالنا نروح لسؤال 23 بيقول ان التنامي السريع للتكنولوجيا اتصال والعوامل قد اتاح الفرصة لعديد من المشروعات الخاصة برضو هنا بتكلم عن البيئة ان في بيئات فيها عوامل بتساعدك على العمل الحر فهنا هاختار العوامل المؤسرة في العمل الحر او بيئة العمل الحر 24 التجريل الحكومي والخصخصة ومستوى الهجرة والمنافسة الدولية وحجم توزيع الشركات ومستوى التعليم والتدريب طبعا كل دي عوامل بتؤثر في العمل الحر كل ما كان مستوى التجريل الحكومي قليل والخصخصة عالية فبتسمح او بتفتح مجال لاصحاب العمل الحر ان هم يشتغلوا اكتر وينتشروا اكتر سؤال 25 يقوم بتحديد جميع الشرائح انت قبل ما تشتغل بتحدد الشريحة اللي انت هتتعامل معاها او تبعي لها والقطاعات المستهدفة اضافة لطرق المنافسة قبل ما تشتغل بتحدد انت مين معاك في السوق هتنافس مين والكلام ده ده باختصار اسمه تخطيط استراتيجي يجسد زلك احد عناصر الاداء الجيد للعمل ده اسمه تخطيط استراتيجي طباب كرام لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو وجيه وقت ان احنا نقول المفاجئة اللي احنا ان شاء الله مجهزينها خاصة بعلم الاجتماع طباب كرام احنا كده متبقلين الوحدة التالتة فقط علم النفس عايز اقولك ان هيها ان شاء الله هتكونها على ثلاث فيديوهات شخصية والاتجاهات والقيم هتلاقي الوحدة كلها مش هقول الوحدة الكتاب كله بين ايديك طب ايه المفاجئة اللي احنا بنتكلم عليها بقى في الفيديو ده الفيديو ده يا جماعة مفاجئته ان انت منهج علم النفس بالكامل بالكامل المفاجئة بالكامل اصبح موجود معاك كمراجعة نهائية شرح لاهم اهم المفاتيح واهم الاختصارات وكل عقب الدرس محلولة في فيديو طب الكلام ده موجود فين يعني احصل ازاي على المنهج كامل يعني ده لو منصة ومدفوعة مش هتقول لي خد المنهج كامل معاك اهو لا المنهج كامل معاك وهسيم لك الرابط بتاعه موجود في الوصف ده ان شاء الله خليك فاكر منهج كامل معاك انت حر فيه ترجعه المنهج مختصر يعني عايز اقول لك كل درس مسك التكاية بتاعته والاسئلة بتاعته فين وعصر الدرس بمعنى اصحيان هترجع للقايمة ده ان شاء الله هتلاقي الفيديو ده انا سيبقول لك او اللينك ده سيبقول لك تحت في الوصف لا عليك شيره الاكتر كم ممكن من صحابك ان شاء الله زكاة العلم نشره ان شاء الله ربنا يفيدنا واياكم بالعلم ده بازن الله تعالى تحياتي لكم مسر محمد علي ولوليك اي تعقيب واي تعليق واي طلب اطلبوا مني فيه التعليقات وان شاء الله تعالى هحاول ان انا اوفره لك بازن الله تعالى نكملين يا شباب وان شاء الله نشوفكم على خير فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة